لم تعد شوارع بغداد ومنازلها الكبيرة كما كانت في السابق بعدما تقسمت معظم البيوت فيها إلى بيوت ذات مساحات صغيرة في ظاهرة تعد إحدى أكثر الظواهر تشويها لمعالم العاصمة وتصميمها العمراني بعد عام 2003 قد تكون الدار مساحتها أكبر مساحة 500 متر 600 متر لا يستطيع المشتري الشراء هذا الدار بكل فعالية لذلك يضطر البايع الدار إلى تقسيم الدار إلى مجموعة دور بقياسات مختلفة قد تبدأ من 35 متر كأقصى حد إلى 50 متر أو 60 متر هذه الأمور تحتاج إلى تثقيف وعقد ندوات ومؤتمر لحفاظ على جمالية بغداد وعلى بعض المناطق الترافية الموجودة في داخل محافظة بغداد وكل محافظات العراق للحفاظ على أرث وثقافة المجتمع الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات بمعدل تجاوز الألفي دولار للمتر الواحد وعدم بناء المجمعات السكنية في البلد عوامل دفعت نسبة كبيرة من المواطنين إلى السكن في منازل ذات مساحات صغيرة جدا لا تتعدى الخمسين مترا أو السكن في المناطق الزراعية لرغص أسعارها قياسا بالمناطق السكنية الأخرى سبب ذلك الضعف الشديد والضغط على جميع البنية التحتية في جميع هذه المناطق مما أدى إلى ظهور طبقات جديدة من تجار العقارات التابعين إلى بعض الأحزاب وأصبحت ارتفاع هذا الأسعار بشكل جنوني مما أصبح المواطن العراقي يحلم في شراء متر واحد في بلده وتشهد كثير من الأحياء البغدادية الراقية تغييرا كبيرا في شكلها وطبيعتها بسبب الاستمرار في تقسيم المنازل الكبيرة وتحويلها إلى عدة منازل أصغر أمر يؤكد مختصون أنه بات يشكل خطرا كبيرا على المرافق العامة والبنى التحتية التي لم تعد تحتمل المزيد من التقسيم لبرنامج بالعراقي حيدر الجابر